فإن زميلا صحفيا آخر سيقوم ليرفع هذه الكاميرا ويرفع لتبقى الرسالة باقية وليبقى الشعار الخالد بالدم نكتب لفلسطين نحن ندرك تماما كصحفيين أن الضريبة سقيلة وأن الحم الكبير ولكن ظننا أننا في خندق الدفاع الأول عن شعبنا الفلسطيني وفي سبيل تقديم رسالة مهنية وفي تقديم أداء واجب وطني في سبيل كل ذلك تهون كل التضحيات ولذلك نقول أننا نرضى بقضاء الله عز وجل نعم ولكننا لا نقبل أن تكون دماءنا مستباحة من قبل الاحتلال نصبر ونصمد ونعد على الجراح ولن تلين العزائم ولن تكسر لنا قناة بإذن الله لاك شعب فلسطيني ولاك صحفيين في نقل وقائع وفضائع ما يقوم به الاحتلال بحق شعبنا ولكن الكلمة الآن مطلوبة من المؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والذي يشجع الاحتلال صنطها وسكوتها على كل هذه الجرائم وعدم التحرك ولذلك نقول في وسط هذا المشهد مطلوب منها اليوم أن تتحرك عاجلا لتلجم الاحتلال من الاستمرار في اعتداءاته على الصحفيين ولتوفر للصحفيين كل سبل الحماية وأقلها ادخال معدات السلامة المهنية التي يمنعها الاحتلال منذ سنوات نترحم على شهدائنا شهداء اليوم شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية وشهداء شعبنا في هذا العدوان وندعو الله عز وجل بالشفاء العاجل للزميل هشام النواجحة وكل جرحى ومصابي شعبنا ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا النصر والتمكين وأن نجتمع في مثل هذا المشهد في ساحات المسجد الأقصى المبارك بإذن الله نبقى الآن مع كلمة الزملاء الصحفيين والزميل حسن المدهون السلام عليكم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبكل الفقر والعزة ننعي شهداءنا الأبطال الشهيد البطل سعيد الطويل والأخ الصحفي الشهيد محمد رزيك محمد صبح برزيك اليوم فلسطين وكل فلسطين تفخر بأبناءها الصحفيين الذين ارتقوا شهداء وهم يكشفون زيف الرواية الصحيونية ويكرسون الرواية الفلسطينية لدى العقول الإنسانية اليوم نترح مع شهدائنا وإذن زفهم إلى عليين نؤكد لهم أننا على نهجهم وعلى دربهم وأنهم لن يستطيعوا قتل الحقيقة وأننا مستمرين في نقل الرواية الفلسطينية الحقيقية لكل أحرار العالم في هذا المشهد المؤلم والحزين ونحن نودع زملاء بالأمس كانوا بيننا خلال اللحظات اختلتهم آلة الحرب الصهيونية نطالب الاتحادين الدولي والعربي للصحفيين بأخذ دورهم الحقيقي في توفير الحماية للصحفي الفلسطيني من خلال محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الصهيونية الذين يؤكدون في كل اعتداء أن اعتداءاتهم منهجة ومقصودة لتقييب الصحفي الفلسطيني لتقييب صورة فلسطين عن المشهد وهذا لن ينال من عزيمتنا ولا من عزيمتكم زملاء العزاء الصحفيين وفي ختم لا اريد ان نطيل عليكم نترحم على شهدانا الابطال ونتمنى بالشفاء العاجل لزميلنا الصحفي هشام النواجها وشكرا لكم